دروس سوريا وين هلأ دروس سوريا بين المطرقة الإيرانية والسدان الروسي طيب وحذرتهم كذا مرة ما تفوتوا بالمغامرة وآخر مغامرة آخر مغامرة رحلهم 15 قتيل حردوا من النظام وغير النظام وفاتوا على معادلة أكوى منهم على هيد أحمد العودة اللي هو الفيلك التامن بالخامس خامس اللي منظم روسيا وكذا مرة بدخلت مع الروس بس في مين عبي حرد بعض الدروس عبي يجدتهم على الموت شو ما صيروا أنا بقول لهم الحياد متن هوني أنا محيد وصر على الحياد بس الحياد أنا بشوف المعادلة الكبرى أنا بقول لهم الحياد عم توصيهم اليوم بالحياد بعد الهزيمة هزموا لأ ما حضرتك أيادة ثورة حضرتك عراضة نظام بشار الأسد أنا بعترف أي وصحيح عرب تقول لهم تعروحوا على الحياد أنتوا مهزومين يعني خلاص لأن الثورة لأن الثورة التي كانت منتصرة كانت منتصرة إلى مرحلة ثورة حمص في 2014 الغرب خزلها خانها العرب تدخلوا على طريقتهم كل واحد بده يطلع الجنة روح موت طلع الجنة وحل عنا أجي الداعش خلقوها الأتراك خلقوها الأتراك أتراك أتراك وأتراك من خلقها من غير الأتراك كيف؟ من غير الأتراك يا من صحافي كذا صحافي كان من أصدقائي كان يروحوا على حمص عبر تركيا ويطلعوا بالطيارة من اسطنبول ويطلعوا أشكال غريبة يوصل على الأشكال الغريبة ويتسلحوا ويفوتوا ولكن هناك أحد كان يسلح غير تركيا ولكن تركيا تسلح بعدين ولكن تركيا مبدأيا جزء من حلف الناتو وحلف الناتو لم يكن هناك قرار من حلف الناتو بإسقاط حفظ البشار وبالتعزيز كان فين جيش السوري الحر؟ نعم كان حر كان وطني أخطأت بعدين حبسوا أخطأت اليوم بتقول أنا أخطأت بانتظار الجثة أنا أخطأت رهنت خطأاً بتقولها حضرتك دائماً تعيش في رأس مش قصد رهنت خطأاً شفت بعدين المعادلة تنقلب ضد الثورة السورية بالآخر صحيح شجعت الجبل شجعت الجبل هذا الشيخ البلعوس حطوا له سيارتين فخختين طي يتأكدوا أنه مات لذلك عم نصح ما تبقى من أهل الجبل ما تروحوا فرق عملي بين لعب الدول على سوريا نعم في لعب الدول على سوريا وفي لعب الدول اليوم على المنطقة كيف؟ وين بدوا يكونوا؟ بيكونوا مع بعض النظام قائم وين بدوا يكونوا؟ هن بدأوا اللي صاروا بقيتوا بيستخدمهم آخر مرة ما يسمى الجيش الوطني الجيش الدفاع الوطني يعني النظام حجاج جعهم للنجوم وتركهم النظام اللي تتذكري بشو اسمه هذي بأرسال فجأة المقاتلين الدواعش وغير الدواعش طلعوا ببصات انفيمة وانقطعوا كل سوريا إلى دار الزور وقسم منهم اجا على الشام وقسم منهم بعدين راح على منطقة بيسموها بجبل الدروت منطقة اللي جا هذي منطقة صخرية احتموا فيها ومن هوني كي عملوا غارة إحدى الغارات على الجبل كله على الريموت كنترول كله على الريموت كنترول لأنه ادخلوا في رعبة الأمم لذلك عم بتمنى على دروس سوريا كما عم بتمنى على دروس زبنان إذا بعضهم بيعترفوا فيي كي خلينا على الحقيقة نتفرج على دروس سوريا بالأكتر هوني بعضنا مناح بعضنا مناح بأنه عبيفهم علي عبيفهم علي ما تروحوا بمغامرات مالنا فيها شي شن هيك هل قد عم بتحيط حالك عن كل المغامرات؟ عن كل المغامرات والأفكار لأنه اليوم اليوم أنا كنت من المدرسة لتلك لما كان في عروبة كان في عبد الناصر كان توازن على المنطقة كان في فوات الشهاب الداخل كان في أبو عمار طيب اليوم مين حاكم المنطقة؟ إيرانية والأتراك إسرائيل يتقسمون يتقسمون جبنة ما تبقى من جبنة العرب ما فيش جبنة لمن استسلمت؟ كيف؟ لمن استسلمت؟ ما استسلمت ما استسلمت ما بستسلم بس أطلب عباطي توصي عباطي توصي بس فقط للحفاظ على ما تبقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة